تجربة طبية هولندية أدت إلى وفاة 11 طفلا حديثي الولادة التجربة التي من المفترض أن تستمر حتى عام 2020 أجريت في 11 مستشفى حيث عمد الأطباء إلى معالجة 93 سيدة حامل يعانين من ضعف في نمو المشيمة بالفياغرا في حين تم إعطاء 90 سيدة أخرى أدوية وهمية بغية تحسين نمو الأجنة بعد الولادة توفي 11 طفلا من مجموعة فياغرا نتيجة مضاعفات في الرئة فيما أصيب 17 آخرون بمشكلات في الرئة أيضا أما المجموعة الأخرى التي تناولت أدوية وهمية فقد أصيب ثلاثة أطفال فيها فقط بمشكلات مماثلة بعد الولادة هذه النتيجة دعت الأطباء إلى إيقاف التجربة على الفور فيما أظهر التشخيص الأولي لأسباب الوفاة أن الدواء المضاد للضعف الجنسي أدى إلى تعزيز تضفق الدم لدى الأطفال ما تسبب بحدوث أضرار وتلف في رئاتهم لكن الأطباء طالبوا بإجراء المزيد من البحث الشاملة للوقوف على تفاصيل ما حدث مؤكدين أن الدراسات السابقة لم تتوصل لأي دليل على وجود ضرر محتمل نتيجة التدخل الطبي في تلك الحالات نقص نمو الأجنة نتيجة وجود مشيمة غير مكتملة النمو تعد من الحالات المرضية الخطيرة التي لم يتم التوصل إلى علاج لها حتى الآن ويسبب يلادة أطفال مبسرين أي غير مكتملين نمو بأوزان منخفضة ويؤدي كذلك إلى تراجع فرص بقائهم على قيد الحياة إلين يوسف العربية